انت اقتربت اقتربت في الفترة دي كم مركز طيب زملك اقترب ومش دي القضية زملك اقترب وبقى بقى التاني بعد القالة بنفس المعايير واخدلك النهاردة بقى هزي المعايير ايه اللي ستجد عليها المعايير دي يا جماعة بنفس النقاط ونفس المصطرة الاتحاد الدولي اعتمادها للاتحاد الافريقي كمسوغ للتأهيل لبطولة العالم بمعنى اللي الاتحاد الافريقي حطوا من قواعد في 94 واحتفل في نهاية القرن بالاهل نادي القرن هي نفس القواعد اللي الفيفا النهاردة اعتبرها مصطرة للتأهيل لبطولة العالم للاندية تعارفين الجدول اللي حتشوفوه دلوقتي ترتيب الاندية الافريقية المعتمد من الفيفا واللي بموجبها بيتم اختيار الدول او الاندية اللي بتشارك في كاس العالم انت افريقيا لها كام؟ لها اربع مقاعد اللي هم ابطال اخر اربع نسخ في دور الابطال طيب اذا تكرر بطل الاهل ما شاء الله عليه خد تلات القاب فاتكرر مرتين فلازم ان تاخد غيره فاتاخد الترجي واتاخد ساندونز طيب اللايحة اللي انت او القائمة اللي انت خدت منها اللي اعتمادها للاتحاد الدولي واللي اساسها النقاط بنفس المواصفات اللي الاتحاد الافريقيا عملها اللي وصف وقتها انه بيجامل الاهلي بصوا على الجدول دالة انه في ملحوظة مهمة جدا زي ما قلتلكم اتمنى انه ده يكون ناسف للجدل والصفصطة والكلام الفارغ اللي الناس شغلة نفسها بيه بصوا يا جماعة النادي الاهلي عنده 140 نقطة ب12 بطولة ده التصنيف الكاف المعتمد من الاتحاد الدولي بموجب دور الابطال بنفس النقاط الاهلي الاول 140 و12 بطولة الوداد 108 عنده 3 بطولات هتقول لي انهار بيض ده 3 بطولات ده الزمالك عنده 5 بطولات هي مش بالكسات هي بالنقاط حسب المشاركات والنقطة اللي انت بتاخدها عن كل دور بتبلغه عشان الناس تحاول تفهم شوية فاهمين فاهمين يا براي طيب هم الناس فهمها الترجي 100 نقطة عنده 4 بطولات يعني انا بقولك ايه الزمالك انا بقولك الناس فهمها ليه وده اصعب احنا اللي اهمنا يا جماعة الجمهور اصعب نقاط الجدل لانك تبقى عارف وانت بتجادل خلاص خل الجمهور خل الجمهور بس توصل له الحقيقة جماهير الناديين عشان ما يبقاش فيه اي مشحنات انتوا شايفين الزمالك في المركز الكامب يعني الاهل الاول الثاني الوداد الثالث الترجي الزمالك المركز التلتاشر تعرفوا ان الزمالك بالخمس القاب في دور الابطال ما عندوش الا 28 نقط ليه لانه ما بياخدش نقاط في السنوات الاخيرة في دور الابطال فاصبح الزمالك بالخمس القاب قبل منه فرق ما خدتش اللقب ولا مرة الناس اصحاب نظريتي الست اكبر من التسعة لا ده الصفر طلع اكبر من الخمسة الزيرو طلع اكبر من الخمسة الجدول التالي بس بعد ازنا حضراتكم الصفر بقى اكبر من الخمسة لان الزمالك عندو خمس القاب بصوا فوق منه مين كايزر تشيفز ما عندوش ولا لقب لكن بياخد فوق الزمالك حوريا كونكر الغيني ما عندوش ولا لقب بس فوق الزمالك مزنبل كونغولي عندو خمس بطولات زي الزمالك بس فوق منه الهلال السوداني اللي ما عندوش ولا لقب الرجاء المغربي عندو تلات ألقاب بس فوق منه سيمبة التنزاني اللي ما عندوش ولا لقب بيترو أتلتكو ما عندوش ولا لقب شباب باللوزاد ما عندوش ولا لقب سانداونز يروح بطولة العالم يا جماعة بطولة واحدة ومزنب بالخمسة ما يروحش والزمالك بالخمسة ما بيروحش والرجاء بالتلاتة ما بيروحش ليه لأن هي الخانة الأولانية عدد النقاط اللي انت جمعتها في السنوات اللي انت مشارك فيها الأربعة الأخيرة شوفوا ده جدول المفروض حضراتكو تحتفظوا بيه لزوم الجدل الصفستائي هو الفكرة شايف عدد البطولات مقارنة بعدد النقاط شايفين الزمالك بالخمس ألقاب فوق منه ناس عندها زيرو من البطولات في ست سبع فرق فوق منه ما عندهمش ولا لقب بس عندهم نقاط أكتر ليه يقولك لو رحت دور التمانية تاخد كم نقطة رحت السيم الفاينال تاخد كم نقطة رحت الفاينال تاخد كذا خدت البطولة تاخد كذا ما شاركتش خالص مش هتاخد حد اعترض من دول الرجاء قال ازاي أنا مروحش والوداد يروح هل دا لا لا أكتر من كده خلينا فيه اللي بيعترض كل دول فاهمين وده اللي قلتقولك أول السنوية العامة بيحسبوه باللي جمع أكبر عدد من من الدرجات مش العدد الفول مارك ولكن اللي أنا عايز أسأله أنت يا زمالك شايف أن فيه معيارة حتى في 94 مش عاجبك أبسط حاجة تطعن على المعيار أو لا تطعن براحتك ما تطعنش اطعن أو ما تطعنش النظام دا من 94 هو هو المستمر الحد النهاردة إذن هو دا النظام أصلاك أنت ممكن جدا تناقي بقى نظام كل واحد من الأندية دي يناقي النظام اللي يحقق له مصلحته بس مش دا النظام المتابعة بص يا جماعة إحنا مش بصدد الدفاع عن جدارة الأهل بلقب نادي القرس بنشرح بس اللقب دا انتهى من 25 سنة فاته ربع القرن الجديد خلص من العبث الزهني والفكري أن احنا نتكلم فيه لكن احنا بنتكلم أنت النهاردة العالم ماشي بإيه البطولة اللي حتتعب في 25 نظام التأهيل لها ماشي إزاي القواعد بتاعت 94 والزمالك احتفل مع الأهل بلقب نادي القرن والدكتور كمال درويش والله يرحمه الكابتن عزم مجاد جمحضر مباراة الأهل وريال مدريد وبعته للنادي الأهل البرقي التهنيع سيبكم من أي مزايدات بعد كده ولا تعنينا اللي عايز يقول أنه هو أحسن نادي في الكون يروح يقول بس في النهاية هذا لا يشغلنا ولا يعنينا ما يعنينا هو إيش حالك اليوم انت النهاردة إيه النظام اللي انت ماشي بيه اللي انت ماشي بيه هو الجدول اللي أنا عرضته لكم على فكرة هذا النظام المعتمد من الاتحاد الدولي للاتحاد الأفريقي هو ذات نفسه اللي معمول للاتحاد الأوروبي وكل الاتحادات القرات إيه رأيكم اتحاد الدولي عشان يوحد نظام التأهيل لبطولة كاس العالم في نظامها الجديد حط المنفسه ده آخر أربع سنين في دور الأبطال لكل قرة احسب عدد النقاط ورتب وخد بالكلاسفيكيشن أو التصنيف إذا الأبطال اتكرروا عارفين المفارقة اللي انتوا شفتوها إنه يبقى فريق عنده خمس ألقاب لكنه بيحتل المركز التلاتاشر وفريق يروح بطولة العالم وهو عنده لقب واحد وناس تسبق أبو خمسة تسبقه وإيه عندها صفر ألقاب هو ذات نفسه اللي حصل في أوروبا بصوا على جدول تصنيف أندية أوروبا لبطولة العالم هتكتشفوا مفاجأة شديدة جدا بصوا بقى مين الأول عارفين ريال مدريد عنده خمسة عشر لقب بس مش الأول تخيلوا ده تعزيز للقعدة اللي أنا بقول لكم عليها هي النقاط هي النقاط الخمسة عشر لقب بتوع ريال مدريد منشستر سيتي مية تلاتة وعشر نقطة لأنه آخر أربع سنوات جمع من النقاط في البطولة الأوروبية ما هو يزيد عن ريال مدريد فأصبح منشستر سيتي عنده مية تلاتة وعشر ريال مدريد عنده مية وتسعة عشر باير نوميونخ عنده مية وتمانية باريسان جيرمان عنده خمسة وتمانين خدوا بالكم حاجة ده التصنيف الأوروبي اللي ماشي بنفس المنفسه بتاع السحاد الدولي خلينا من دلوقتي ده نظام صرحناه خلاص ده نظام احنا خلينا نتكلم في القرن الماضي انتهى انتهى هو ده اللي بنتكلم فيه البطولة دي ما حتطلها معايير أخرى لكن بنفس نظام النقاط ايوة ودي بطولة تانية خلينا نتكلم في البطولة اشتركوا في القناة